ننتقل إلى سيد موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية أهلا بك سيدي كيف استقبلت هذا التصريح تصريح رئيس الأركان الجزائري مرحبا بنا عند قناة الغد بعد بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أن ما جاء به نائب الوزير الدفاع الوطني وقايد السيد الأركان هو شيء كان ضروري أن تتقل إليه هذه المؤسسة العسكرية للفصل في موقفها الموضوعي والمنطقي اليوم بطبيعة الحال نعتبر أن هذه القضية هي قضية شجاعة من سيد قائد الأركان الجيش وتلبية لدعوة المسيرات والتظاهرات الشعبية المطالبة بوضع حد لعجز الرئيس عن أداء مهامه فهذا شيء يدخل في إطار الدستور الجزائري وهو أولج الشعب الجزائري من مباشرة بعد الإعلان أصبحت هناك الأبواق السيارات والاحتفال بدأ الاحتفال بهذا الموقف يعني أن الشعب هو صاحب السيادة وأن قائد الأركان جعل من موقفه علما أنه نوعا ما متأخر ولكن هو موقف حاسم بالنسبة لإعادة السلطة إلى الشعب صاحب السيادة المطلقة هذا الشيء هو شيء جميل بالنسبة للشعب وسوف يريح الشعب الجزائري ولكن الآن هل نذهب إلى انتخابات رئاسية بالمرحلة الانتقالية التي سوف يقوم بها أو يترأسها رئيس المجلس الأمة لكن سيد رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح هو من الشخصيات المرفوضة ربما ليس تماما ولكن هي مرفوضة بالنسبة للشعب الجزائري أليس كذلك؟ هذا ما كنت أود أن أصل إليه لأن كل المجالس المنتخبة اليوم هي محل الشكوك ومحل الطعون من طرف عامة الشعب وجل الشعب الجزائري وهذا ما يمكن أن اليوم أننا نقول بأن الشعب سوف لن يتوقف هنا سوف يطالب بحل هذه المجالس المنتخبة بحل هذه المجالس المنتخبة والذهاب إلى مرحلة انتقالية بدل من أننا نبقى دائما في نفس الأشخاص الذين سيروا الدولة عن طريق التصوير أو عن طريق السلطة الأبوية التي فرضت على الشعب الجزائري لأن الشعب الجزائري إذا خرج هو يريد أن يطلق وإلى الأبد هذه الأبوة التي فرضت على عامة الشعب إذا قلنا بأن رئيس المجلس الأمة هو الذي سوف يقوم بالمرحلة الانتقالية لتحذير انتخابات الرئاسية المقبلة هناك إشكاليات أخرى هناك قوانين هناك قانون انتخابات لا بد أن يعاد النظر فيه هناك وضع خريطة جديدة لجعل الانتخابات أن تكون انتخابات بيومترية سيدي في ظل رفض هذه الشخصيات هل تتوقع أن سيد المشهد سيكون هو الجيش في المرحلة القادمة وهو من سيقود مرحلة الانتقالية بعد إعلان شغور منصب الرئيس لا أعتقد يكون للجيش الوطني الشعبي رأي ولا يمكن أن يكون هو الذي يقود هذه العملية عليها أن تكون هناك فضاءات تشاورية وتحاورية حول المجيء بهيئة مستقلة لقيادة المؤسسات الدولة ريثما ننظم شؤوننا القانونية في الجزائر خارج القوانين التي كانت تملى على الشعب ويزكيها الشعب بالوكالة فهذا مشكلة التي وقعت فيه الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا وهذا اللي يريد أن تكون هناك استقلال سلطة الشعب وأن يكون الشعب هو صحي هو مصدر كل سلطة كما يحث عليه بين أو نوفمبر أو بين الثورة النوفمبرية فهذا علينا أن نعود إلى هذا المرجعية الديمقراطية الشعبية ولا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية شكلية كما كنا عليها منذ الاستقلال إلى يومنا هذا وهذا الشيء الذي يجب الآن أن بعد الثورة أو الخرجات التي قام بها الشعب برمته من أجل رفض نمط وأسلوب التعامل والمعاملة علينا أن نعيد الكلمة إلى الشعب ونذهب إلى مرحلة انتقالية تقودها شخصيات مستقلة غير حزبية وغير مسيسة في إطار تكون لها معنى آخر وهو أنها تكون لها مستقية مواطنة مستقية وفاء نعم هل نستطيع القول هنا أن المشهد السياسي الذي تأزم في المرحلة الأخيرة وكان يعتري بعض من الغموض هل بدأت تتكشف ملامح المرحلة القادمة؟ بطبيعة الحال نحن نعتقد بأن هذا هو الأساس في هذه المرحلة وهذا الموقف الذي أخذه قائد الأركان الجيش الوطني الشعبي بأن لا بد من تفعيل المدة 102 من الدستور الجزائري ولكن هناك إشكال آخر اللي هو المواطن الجزائري اليوم أصبح لا يثق في أي كان يثق في أن هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون هم لهم نظرة مسبقة حول من يكون يأما بالمال يأما بالجاه يأما بالنفوذ وبالتالي الشعب يريد من يدير شؤونه هو منه من صلب الشعب وليس من تولوا السلطة وتساهموا بعضهم البعض في ديمومة والبقاء على إشراف على الدولة الجزائرية منذ الاستقلال اليومين هذا فهذا هو الشيء الذي الشباب اليوم ليس شباب الأمس شباب الأمس منهم من حرر الجزائر واستشهد ومنهم بقي وخضع لسيطرة ربما هي سيطرة المصالح الذاتية والمصالح الآنية وأصبح الولاء لهم للخارج بدل من أن يكون الولاء لهم للوطن والشعب شكرا جزيلا سيد موسى تواتي ابقى معي شكرا جزيلا